سجين من السبناء في واحد من سجون تيكساس سنة 1938 اكتشف ازدياد عدد السراصير في منطقة الحبس الانفرادي السراصير بتمشي على الارض شكلها غريب ولما قرب منها هربت دخل احد زنازين الحبس الانفرادي اليوم التاني نفس المنظر ولكن المرة دي انقض عليها ولما مسكها اكتشف انها كانت ملفوفة على ظهرها سجاير واكتشف ان المساجين ناجحوا في تدريب السراصير عشان تنقل السجاير بينهم ولما علماء الجيش حاولوا يدربوا السراصير في عمليات التجسس فشل وفشل زريع ومتنساش تبص بص على المصادر هسيبها لك في اول كومت